بعد إذنك قسيس أنا يعني فاتح على سفر التكوين إصحاح 28 وفعلا في آية 12 مكتوب ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهو إذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهو إذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إصحاح وبعدين مثل ما ذكرت في آية 15 وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض هذا وعد الرب لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به طبعا لما استيقظ مكتوب في آية 17 وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء وعلى فكرة المكان اسمه بيت إيل يعني فعلا بيت الله بيت إيل مش بعيدة كثير عن أورشليم حوالي 10 كيلو متر وكان جاي من الجنوب نبير السبع لرايح لفدان أرام يعني رايح للشمال في الطريق كان هذا الموقع وأنه رغم أنه رب حكاله أنه رح يرده للأرض بس عملية طويلة بصراحة أفضل 20 سنة تفضل يعني حاجة جميلة جدا وده اللي احنا بتشجعين بيه النهاردة أنه تنفتح السماء لتشجعنا ورب بيشوف دوت لما هنا في ارتباك في مخاوف ييجي صوت من السماء لنا رب يستخدم طرق مختلفة عشان يقول لي اتطمن أنت مش لوحدك أنا هكون معاك ويكلمني عن المستقبل بتاعي ويكلمني أنه لي خطة في حياتي ويكلمني أنه هو حيمشي معايا الرحلة ودي حاجة مشجعة جدا لكل حد بيبتدي بداية جديدة وقدامه طريقه وخايف من بكرة وخايف من مجهول وكأنه السماء تفتح لكل حد أنا أصلي الحلقة دي ناس كتير تتفتح السماء وهما بيتابعونا ويسمعوا ربه ويقول له لن أتركك حتى أفعل ما كلمتك به أنا هكون معاك وهكامل معاك وعمل لك خطة جميلة مباركة هغيرك وابركك يعني رب غير يعقوب لحد بعد عشرين سنة زي ما حدك قلت قال له أنه لا يضع اسمك فيها بعد يعقوب أنا هخليك إسرائيل أنا هعمل تغيير في كيانك الداخلي وبركات خارجية أيضا لحياتك اشتركوا في القناة